حياكم الله ومشاهدين الكرام وتابعي قناة الأيام الفضائية وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس توفيس خليكم ويانا لحد يرح بعيد حياكم الله ومشاهدين الكرام من جديدة لن أسأل بكم في فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والمواضيع والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم أول موضوع عندنا رح نتناقش به في هذه الحلقة هو موضوع سياسي بحث السياسة فن ويراد لها دبلوماسية ويراد لها تعامل من نوع ثاني ليس كل التجار أصبحوا سياسيين ناجحين ليس كل المعروفين أصبحوا سياسيين يعني بارزين أو ناجحين ليس كل النشطاء أصبحوا سياسيين ناجحين السياسة فن السياسة اللعبة لازم أنت تمارسها بكل دبلوماسية وكل فن لأنه هي سياسة أنت اليوم إذا رجل سياسي لازم تعرف تأخذها بالعامية يقول لك سايسة حتى بالعامية احنا نحكي بالدرجة يقول لك سايسة السياسة يعني سايسة زين تجيها بالمنطق العقلاني يقول لك أنه أنت اللي ظاهر بالصورة أمامنا شنو اللي قدمته ما أقول لك للبلد ولا أقول لك للمتظاهرين ولا أقول لك للشعب شنو اللي قدمته للكتلة اللي أنت ترأسها شنو اللي قدمته على مدار سنتيا أو سنة ونص أو سنة من أنت زعيم كتلة شنو اللي قدمته في البرلمان شنو اللي سويته حتى تجي أنت هسة حاليا وتحارب الحكومة اللي تشكلت صار لها أيام حكومة ما صار لها يومين أو ثلاثة من تشكلت أنت خلاص أنا معارض أنا ما أشترك عساك لا أشتركت لأسباب كثيرة أولا أحتي عن رأيي الشخصي في الإعلام أكو حرية أن تدخل رأيك الشخصي على أن ما تسيء للمقابل أحتي عن رأيي الشخصي أنا كمواطن عراقي طلعت مظاهرات في يوم من الأيام أنت ما تمثني ولا تمثل متطلباتي أنت ما عندك فن السياسة أنت ما عندك المقاومات اللي تخليك رئيس أو زعيم كتلة أنت ما قدمت شيش فعلك حتى تجي وتعارض وتحكي وتدخل للبرلمان أنت ممكن من كنت ناشط تأثيرك أقوى من كونك نائب بالبرلمان ورئيس كتلة أنت المفروض تمثل حركة شعبية طلعت مظاهرات المفروض تمثلها بخير تمثيل المفروض يكون إليك دور رقابي المفروض يكون إليك دور تدقيقي للقوانين للمجتمع لأبناء كتلتك للمتظاهرين ولكن أنت ما سويت شيء فبالتالي لا تجي وتعترض على حكومة ما صدقنا نحن نخلص من حكومة صار الهسنتين شوفتنا الضيم والمآسي والسيادة اللي يجي يكفخنا ويطلع الاقتصاد اللي ينضرب العملة الدولار شوفتنا الضيم ما صدقنا نحن نخلص من هاي الحكومة هدينا حكومة جديدة بعد الكابينة الوزارية ما مشكلة اليوم محمد الشجاع السوداني باشر بعمله بمكتبه بالقصر اليوم باشر ورح يأرض الكابينة الوزارية للبرلمان وانت والله أنا أعارض لا أنت مو من حقك هاي أولا مثل ما قلت لك أنا كشخص طلعت مظاهرات في يوم من الأيام وانت جيت صعدت فوق راسمه وصرت أنت بالواجهة لا أنت ما تمثني ولا تمثل حقوق الشعب الفقير ولا الشباب اللي طلع على مود وطن ولا طلع على مود حقوق أنت ما تمثلهم لذلك تصريحك ما بأي معنى خلينا نشوف الموضوع والتصريح اللي صرحه زعيم حركة امتداد أو رئيس حركة امتداد على الركاب بيقول سنعارض سنعارض حكومة السوداني ولن نشترك بأي حكومة أوكي لعنى ليش تركت بيش الحكومة ماذا أنت راح تعارض ليش تركت بحكومة الكاظمي حكومة الكاظمي اللي دمرت المواطن واثقلت على كاهلة بالعديد من الأمور أنت ليش اشتركت بيها أنت شنو شفت من هاي الحكومة الجديدة حتى والله سنعارض ولن نشترك حساك لا اشتركت أخي موضوع واضح؟ وضوح الشمس أنت ما قدمت الشيء اللي يشبع لك والناس بالتعليقات هم هذا رأيها مو بس آمي مو بس كرأيي الشخصي رأيي الناس بالتعليقات أيضا يقول حسين يا ريت تركز بمطالب وضع الناس يا ريت تركز هنا أنا وياي نورس بالتعليقات اللي انتخبتك وتقدم ولو جزء بسيط لواقعهم أفضل من ثرثرة الكلام هذا رأيي الناس بالتعليقات مو زين أمير يقول اسكت يا خوي بطلهم أما محمد صادق يقول حركة امتداد لم تقدم أي شيء لجمهورها وقد فشلت في التواصل مع قواعدها الشعبية بحيث أصبحت القواعد الشعبية لها تكرهها أن السياسة فن وذكاء كان من الممكن تتفاوض على وزارة خدمية كوزارة التجارة مثلا وتخدمون الشعب من خلالها عن طريق تقديم شخصية نزيهة وكفوئة يوفر للشعب العراقي المظلوم الحصة الكاملة من البطاقة التموينية التي يجب أن يكون عددها أكثر من 18 حصة شهرية شهريا أفضل من اقتصار عملكم على التصريحات الإعلامية التي لا تحل ولا تربط ولا تغير من الواقع شيئا هذه كانت تعليقات الناس هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فايس توفيس اللي هو موضوع تصريح على الركاب بخصوص الاشتراك بالعملية السياسية من عدمها موضوعنا الثاني في هذه الحلقة تتكرر السرقات في البلد وأحيانا تكون الأموال ممكن مليارات خمسة مليار أربعة مليار عشرة مليار أوكي موضوع يعني باقوهن لكن الفضيحة الكبرى اللي هزت المواقع التواصل الاجتماعي والشعب العراقي بالتحديد فضيحة مدوية وبشكل رسمي وكيل وزير المالية طيف سامي عبر وثيقة تعلن عن سرقة 3.7 تريليون دينار من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين 3.7 مليار إذا نركز بالرقم هذا إذا نركز بالعدد إذا نركز بشلون صارت السرقة من المسؤول وين راحة الفلوس بالتحديد النقطة الأهم بجيب منه راحة وبجيب منه 3.7 تريليون دينار عراقي الأموال اللي سرقت نصف ونفكر ونسولف أنا معكم هسه 3 تريليون بوينت 7 لتريليون مو مليون ولا مليار لا تريليون 3 تريليون بوينت 7 مليار تريليون بوينت 7 دينار عراقي من حسابات هيئة الضرائب هذا الرقم الثلاثة هو رقم خسارة برشلون اللي هذا اليوم خلينا على صفحة من عنده الله يسامح لي كان السبب وخاصة شافي زين ما شاء الله نقدر قناة كل هنا الكنترول الهندسية البرامج كلها تشجع ريال مدري دان الوحيد اللي يشجع برشلون هسا تمنى نطلع من الستوديو بس ما يقدر محكم يقول ثلاثة تريليون هاي اللي ثلاثة تريليون بجيب منه راحة التحقيقات وين الحكومة السابقة حكومة مصطفى الكاظمي اللي سبق وان كلمنا بما فيه الكفاية الله خلصنا الحمد لله وشكر بس من يتطلعون تاخدونوا ياكم مكافأة الخدمة هاي مثل هذا المحافظ صلاح الدين الاسبق عحمد الكريم ماخذ مكافآت ثمانية مليار على أربع سنوات انتو اليوم شنو مكافأة خدمة هاي ثلاثة تريليون لو شنو بس واحد يفهمنا حتى نعرف هذا هو موضوعنا الثاني اللي راح نناقش ونناقش تفاصيله وتعليقات الناس تقول فضيحة مدوية وبشكل رسمي وكيل وزير المالية طيف سامي عبر وثيقة تعلن عن سرقة ثلاثة تريليون وسبعمائة مليار دينار من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين لا بق الرافدين ولا بق الرافدين ولا بق النهرين نهر جف وراح يخلص والنهر الثاني همنا بعد لسنوات وثلاشة ولا هواء الراحة المي موكب بعد مو بلاد الرافدين بلاد شو نسميها بلاد اليابسة بلاد اليابسين النهر يبس اي بس راح جف كلش زين هذا الموضوع اللي احنا بصدد الحديث عنه انه وين راحت هاي الفلوس خلي نشوف التعليقات ماذا كانت طبعا هاي الوثيقة اللي هي ما عرفانا شون سري و وعلى الفور وطلعت للناس خلي الكتب والوثاق اللي مكتوب سري سري وعلى الفور سري وفوري شون طلعت الناس شون قدر منحصلها شون طلعت للناس شون راحت بالتعليقات شون نشروها المواقع الالكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي يقول اشارة الى كتاب مكتب رئيس الوزراء ذو العدد 3047 والمؤرخ في دعش عشرة نرفق لكم كافة التفاصل النهائية والرسمية المتعلقة بعملية سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين والآليات المستخدمة والجهات المسؤولة عن هذه الجريمة الاقتصادية الكبيرة التفضل والاطلاع واتخاذ اللازم من الاجراءات القانونية طيف سامي محمد وكيل الوزارة وكالة محمد حمزة مصطفى مدير عام الدائرة القانونية نسخة منه مكتب رئيس الوزراء حساب امانات الهيئة العامة للضرائب وهيئة النزائب نسخة منه الى حساب امانات الهيئة العامة للضرائب اليوم مش قد بالشهر اليوم 16 بالشهر 16 بالشهر الكتاب يوم دعش يعني على ما اعتقد الحكومة الجديدة بعدها ما مشكلة يعني راح الموضوع الكاظم يعني يعني همزين لحقة ويعني ماذا كانت التعليقات في هذا الموضوع وسن تقول هذا المبلغ يحيي العراق من شمال الجنوب الله ياخذكم الله ياخذكم اخذ عزيز مقتدر الناس تدي عليكم بالتعليقات ما تستحون ما عدكم ما عدكم اهل يشوفون التعليقات ما عدكم ابناء ما عدكم يعني قرائب ما عدكم الناس بالتعليقات من تحكي عليكم من تدعي وصلت مرحلة الناس تتمنى لكم الموت يقول لك الله ياخذكم الله يهلككم بس انتو عادي عادي هذا يفكر بالجيب يفكر يدي يبوك انتو عادي عدكم السماء الصافية تقول وحنا صار لنا سنين نطالب بتعين حملت الشهادات العليا وحضرت تشبقية تماطلين تقصد على طيف سامي تماطلين وتأخرين وماكم وازن وبعدين الامن الغذائي وانطيت 75 مليار وكفا وزيادة وطلعت وطلعت حجة انه اكو تقاطع وظيفي وراح تخلص السنة وبالنهاية بقينا بدون تعين وبالاخير تقولين ثلاثة تريليون ماكو هاي بس من الضرائب هاي بس من الضرائب الله اعلم ما خفي اكان اعظم حسبي الله ونعم الوكيل ارفع الشكوتي يم رب العزة بحق حبيبك سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وحفيده الحسين عليه السلام شوفنا بيهم يوم سلمتكم بيد الله خلصة السنة والاعمار تمشي والاعمار تمشي وستطيف بشخطة قلم نتعين حسب يعني قصدها انه بشخطة قلم نتعين هي باعي هي التعينات صحيح انه لازم تجي مخصصات من وزارة المالية بس هي الوزارة المالية تعرف المنتطة مخصصات تعرف المنتنطي تعرف اش وقت تقول تم سرقة تعرف اش وقت تقول انه والله خلاص ماكت عينات هي ايا سياسة لا يجيدها الا الاتكياء امهانة تقول صدقت شذب كل فترة وطال عينا بسرقة تختلف عن القبل شنو ما تخافون من رب العالمين لا والله امهاني اكيد ما يخافون من رب العالمين يعني هم ليبوك ما يخاف حسب الله ونعم الوكيل عليكم لا حول ولا قوة الا بالله العلي لا يحسبون الناس عليكم صاروا احمد يقول كيف تم صرف الامانات ومن وافق ووقع على امر الصرف وكيف تمت العملية معقول ما احد يعرف ومعقول العصاب واجدت من السماء وسرقت وخفت المبلغية مو عصابة شوف هي اللي اللي سرق هم مو عصابة هم ايه لا صديق عصابة ايه ليش ليش نسو ايه لا عصابة يعني عصابة البروفيسور هذا ما لكس دي بابل هم ذولة يعني هم اشبه بذولة يعني ذولة يبقون عيني عينيك ذولة كتب مدر شنو التوقيعات باقا فعلا عصابة اخر تعليق يقول ترى المبلغ يقول بالمناسبة ترى المبلغ ابد مو قليل اوكي ثلاثة بوينت سبعة تريليون دينار عراقين قسمة على اطنع الشهر يطلع ثلاثمية وثمانية مليار وشوية اذا انقسمة على فد خمسمية الف مواطن نص مليون عائلة فراح يطلع لهم راتب شهري ومقداره ستمية وستمية وستمية الف دينار عراق شهريا لمدة سنة حسب حساب عرب لمدة سنة هاي الفلوس ممكن تعيش نص مليون عائلة راحت بطن عائلة وحدة وعائلتين لو تلك عوائل راح ينعمون بهم ماذا يعني ثلاثة تريليون سبعمية مليار يعني دار يدخل ليهم هنا يراد ان شير راد ان شكت شم متر دار دخل ليهم عدى صفطهم شوان محمد رمضاني نام على الفلوس يترد نام عليهم مثل بس هي بعد هذا كان آخر تعليق أدنى في هذا الموضوع على وهو موضوع السرقة المتكررة من الضرائب العامة والأمانات وأمانات الضرائب العامة وغيرها من الأمور والله واحد يعني من القهر والضيم قام ما يعرف اش يحكي الله شاهد ايه والله يا خالح احنا جئنا نشوفكم ايه والله جئنا نشوفكم وذا ع السرقة فالسرقة هاي آدية بعد هاي كلها تبو مو بدينا هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس توفيس أما موضوعنا الثالث في هذه الفقرة لا وهو حقوق الإنسان حقوق الإنسان هاي الصورة راح أسأل فيكم عنها بس هي مو رباط سالفتنا رباط سالفتنا هي البصرة الفيحاء ثغر العراق المحافظة اللي هي اقتصاد العراق نفط العراق قمارق الميناء كل الموانئ عفوا مو ميناء واحد موانئ أدنى بالبصرة كل هذه الأمور موجودة بالبصرة في هذه المحافظة مدير مكتب حقوق الإنسان شي يقول يقول البصرة ستسجل ألفين إصابة بالسرطان شهريا دعنا نصفن قليلا خلينا نسولف بالموضوع ألفين إصابة شهريا ممكن تسجل البصرة بسبب الحقول النفطية الغاز الأمور اللي هواية المخلفات المخلفات الحربية أيضا ولن ننسى البصرة إنه البصرة من بألفين وثلاثة من صار الاعتداء الغاشم الأمريكي على البلد أيضا عانت ما عانتها من إصابات ومن أمراض سرطانية بسبب المواد اللي استخدمت بالحرب هما قلونا عدكم أسلحة دمار شامل هما جوهما ضربونا بأسلحة دمار شامل شوف الله يلعانك يا بوش ألفين إصابة شهريا ممكن تسجل البصرة هاي حقوق الإنسان تقول لكن أنا أتساءل وزارة الصحة عدها خطة الحكومة عدها خطة للمواطنين أكو أحد بيكم ممكن يقول النيابة البصرة ومواطنين البصرة ممكن نشوف لهم حال لو لا لا ما حد يحكي ما حد يشوف حال زين اللي ينصاب بالسرطان بالكانسر يجي البنك المركز يقول له والله أنا أطيق 15 مليون بنسبة فوائد 2.3 مدري 1 بالمية بنسبة فوائد وترجع الياهن هي هنا المشكلة هي نعيب زماننا والعيب فينا هو العيب مو بالوقت مو بالزمن العيب بينا إنه إحنا لحد الآن ساكتين عن عن الحكومات ساكتين عن وزارة الصحة ساكتين عن هاي المنظمات المنظمات المجتمع المدني اللي تاخذ أموال طائلة شنو سويت بيها منظمات المجتمع المدني ما لقيت لي في اليوم واحد بمنظمة مجتمع مدني إذا مو صاعد ل لأكزز لوتاهو لومونيكا ها وآيفون أول آيفون 14 قبل جابه وبيعته 500 متر بزيونة وبالجادرية كلهم منظمات المجتمع المدني زين هم شوكت أنتو ترحون تتسوون دراسة ترحون تنطون علاجات ترحون تنظفون الأماكن المخلفات البصرة بيها هواي حقوق نفطية وبها غاز وبها سوئة من الحجي خلينا شوفوا الموضوع التفاصيلة ماذا كانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع مدير مكتب حقوق الإنسان البصرة ستسجل 2000 إصابة بالسرطان شهريا حسب ما موجود بالتعليقات يقول أحمد ما تستحق البصرة المعطاء كنا نعرف ما يسببه حرق الغاز ومخلفات النفط وتجريف الأراضي الزراعية وملوحة الماء والتربع وغياب الغطاء الأخضر وانتشار النفايات ونسب إدمان المخدرات المرتفعة يوم بعد يوم ولكن المشكلة لا أحد من المسؤولين يتحرك بشكل عاجل ليقاف هذه الكوارث التي تعصف بالفيحاء خصوصاً والعراق عموماً أما معني يقول كارثة حقيقية بسبب المخلفات النفطية بيأت البصرة بخطر حقيقي الله يعين الناس دكتور أسامة يقول هو ينسولف عن هذا الموضوع لكن ما حد يسمع أكو زيادة بالأعداد بكل العالم وكوضع خاص للعراق للأسف أما علي يقول للأسف الجاي أسوأ على أهلنا وصديقي عامل بأحدى شركات النفط بالبصرة قبل فترة تم عمل فحص طبي للعمال وجدوا خمسة منهم وتعرضين بالإصابة بالمرض الخبيث والله المستعان خمسة فحص بسيط خمسة مصابين علي الربع يقول هي بس البصرة أصلا السماوة ممنوعة من السكن وتم تبليغ العراق بضرورة إفراغها من السكان بس شلون ما يدرون ما يدرون بسبب الحرب بها هواي إشعاعات هذا كان آخر تعليق في هذا الموضوع موضوع البصرة البصرة يقول البصرة لو ما يتحلوا حتى البصرة ما يهمالح وما مستفادين منه خطيئهم يعني ما يقاروا عشان على الميقار ومع العلم هم التقاء النهرين عدهم وعدهم شط العرب وما يهمالح والله مساكين يا البصرة هذا كان موضوعنا الثالث في فقرة فيست وفيس أما موضوعنا الرابع والأخير في هذه الفقرة حقوق الإنسان حرية الدين الديمقراطية الإنسانية كل هذه الصفات نسمعها احنا في الدول الأوروبية نسمعها احنا بس جيب اللي يصدق ويفق بهذه الحالات الحجاب الحجاب محكمة العدل للاتحاد الأوروبي تقرر حضر ارتداء الحجاب في أماكن العمل محكمة العدل العدل للاتحاد الأوروبي تقرر حضر الحجاب في أماكن العمل زين انتم مو تقولون كل إنسان ودين أو معتقدة ليش متنطون الحرية للمسلمين أو المسلمات بارتداء الحجاب ليش زين الشواذ أجل الله السامع بطيتهم حقوقهم وسويتوا لهم قانون زين الإسلام مو دين وانتم مو تحترمون الأديان وما عدكم كل الأديان عدكم عادي زين هذا ليش 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 تحابوا الناس على ناس زين إذا بالدول العربية نعكس الموضوع إذا بالدول العربية قررنا إنه الأجنبية لازم تلبس حجاب بأماكن العمل مو راح تقولون هاي قمع وهاي حريات شخصية وهذا دين وهذا دين راح تقولون لو ما راح تقولون إذا ليش أنتو تحللون قانونكم وتحرمون علينا أي قانون هذا يدل على أنكم ما عدكم مساواة ما عدكم حرية الأديان ما عدكم عدل لكافة الناس ارتداء الحجاب والله حضروا ارتداء الحجاب فرنسا هي فرنسا مثلا أكثر بلد يتعرض بي المسلمين ودائما ماكرون ويصنفون على أكيار كاتير وعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشوف فرنسا سابدون بانزين كتل بياناتهم عرك على مسترم البانزين قلي شوفوا الموضوع التفاصيل والتعليقات ماذا كانت يقول الخبر محكمة العدل الأوروبي محكمة العدل للاتحاد الأوروبي تقرر حضر ارتداء الحجاب في أماكن العمل يقول علي المفروض اصدار قرار لكل الدول العربية بوجوب ارتداء الحجاب لغير المسلمات في الدول العربية بشكل عام نفس الحجة اللي حجينا احنا يعني سنهي تقانون انسنهي تقانون نقدر لو ما نقدر لكن الإسلام ديننا علمنا انه انه العدل والإنسانية ومخافة رب العالمين هو أهم وأسمى من كل القوانين من كل الامتيازات من كل الحالات اللي ممكن يتعرض البشر للخطأ سفر يقول وعلى هذا الأساس لا بد من سن قانون وجوب الحجاب على غير المسلمة في الدول الإسلامية عاملوهم بالمثل صاحب النصيحة يقول بدأت السخافات الأوروبية وعلى الموساد بعد تقاريره بانتشار الإسلام وليس نسميه محكمة عدل بل الأعوج لأنه تنظر بعين واحدة بيش تباوي يعني قصدك ولهم طبق عدلهم بالبلاد الإسلامية لمنعة المرأة المتبرجة من أن تمشي في الشارع بغير جلباب أو حجاب وهم آخر الناس يتكلمون عن العدل طبعا آخر الناس يتكلمون عن العدل هذا الموضوع مهم حسن يقول وين الحرية والعدالة ويتبيعون على الدول الإسلامية أن تطبق عدالة الله آخر تعليق من أركان يقول المعايير المزدوجة هذا القرار يتعارض ظنيا مع حرية الدين والمعتقد مدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة في منطعش وأعيد تأكيدها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة في منطعش الذي وقعته 160 دولة وأيضا مع ميثاق الأمم المتحدة 1945 المواد واحد و13 و55 تتضمن الإشارة إلى احترام حقوق الإنسان والحرات الأساسية للناس جميعا والتجيء على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين مختصر الكلام فيك الخصام وأنت الخصم والحكم بس هالمرة لا أنت الخصم ولا أنت الحكم ولا فيك الخصام لأنك ليس عادل يا محكمة العدل الأوروبي ومشاهدين كرام انتهت فقرة فيس توفيس فاصل قصير وفقرة الترند تيوب ابقوا معنا لا تذهبون بعيداً حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام ألا نسألن بكم في فقرة الترند تيوب موقف بطولي هذا الذي فعله الشاب الكردي عندما تم تفجير سيارة أحد الضباط في إقليم كرمدستان موقف بطولي ساهم الشاب بإنقاذ أولاده أو بناته وحاول إخماد الحريق هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جداً في موقع التواصل الاجتماعي يستحق أن نشاهده وأن نرى أن العراقيين لا زالوا على العهد في الغيرة اللي يقهر بالموضوع أنه الأطفال الأطفال في هذا العمر وشافوا والدهم ينقتل قدامهم بتفجير واللي يقهر أكثر أنه هذا ممكن هاي اللي راح تبقى طول حياتهم هاي اللي لازم اللي يعدهم أنه من شافوا والدهم ينقتل قدامهم وشافوا الناس تركض وشافوا الدنيا كلها تساعد هذا الفيديو طبعاً هو الشخص اللي أنقذ الأطفال وتم تكريباً من حكومة الإقليم لكن الفيديو بمنظر بشع منظر خاصة منظر الأطفال يعني هذا البلد ما عرف يعني جاي شوفنا يوم عن يوم العجب نشوف في التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع يقول أحمد مقطع يحبس الأنفاس ويجسد موقف الغيرة العراقية رغم الخطر رحم الله الأب وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان صالح يقول أبو غيره وبطل كاكة استحق التحية والاحترام رحم الله والديك أما نور يقول الله يساعده للطفلة ما رح تنسى هذا الحادث وما اقتلبوها لا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم نور تقول بعيداً عن بشعة الحادث وتروية العائلة والأطفال في دول قلبهم للشباب كلهم فزعتهم هذا اللي يطلع الأطفال والمرأة هذا تجر الصوند والثالث تجاب الطفاية بلحظة كلها التمت كرم يقول لا حوله ولا قوته إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويصبر أهله وأطفاله على هذا الموقف هذا كان أول فيديو عندنا في هذه الفقرة الفيديو الثاني القصف المعتاد على الخضراء وبغداد في يوم تشكيل الحكومة أو بعدها بيوم أو قبلها بيوم هكذا كانت بغداد أو المنطقة الخضراء بالتحديد مطر من الصواريخ هذا المنظر اللي احنا معتادين نشوفه دائماً بغداد تحت مرمى النيران والقصف الصاروقي والخضراء بالتحديد متى يتوقف هذا العمل أو هذه الأعمال هاي الصواريخ شوك التوقف شوك أكو شغلة مهمة لازم نعرفها أنه بالمنطقة الخضراء مو فقط السياسيين ومو فقط البرلمان ومجلس النواب ورئاس الوزراء أكو أهالي ساكنة وأكو منازل لناس موظفين مدنيين ما لهم علاقة بالسياسة ولا لهم علاقة بالخضراء ولا لهم بس هو منطقتها هاي هو بيته هناك شنه يسوي يعني خاصة الصواريخ هاي اللي وقعت من بين هاي بيوت ناس عاديين يعني بيوت ناس يعني شون يعوف المنطقة ويشيل والله لأنه مجلس الوزراء ولأنه البرلمان ولأنه لأنه يم بالمنطقة هذا الموضوع معرف إلى متى راح يبقى الله أعلم يعني أنا أتمنى أنه ما تروح أبرياء الأبرياء الناس اللي ما لهم علاقة وما لهم ذنب أتمنى هذا الشيء لازم يستوعب البعض أنه الأبرياء ما لهم علاقة بالسياسة ولا لهم علاقة بكل هذه الأعمال دعنا نرى في التعليقات ماذا كانت في هذا الفيديو يقول حسن كل هذا على مذهل كاظمي يبقى بالحكم لا هو بعد راح الكاظمي الله محمد وعلي المراسل الحسيني يقول شنه ذنب القوات الأمنية والله هم لا بها ولا عليها فوسطي يعني هم لا بها ولا عليها القوات الأمنية هم شنه ذنبهم مبس الناس الأبرياء القوات الأمنية هم شنه ذنبهم قيصر يقول للأمانة أكثر شخص محترم هو الكاظمي أبد ما يدخل بشون العراق يا الله صديق ما يدخل بشون العراق أبو محمد يقول إذا المنطقة الخضراء مخترقة وما بها سيادة وغير آمنة فما بالك بالعراق وأرواح الناس التي هي أرض لكل شيء هم لا يستطيعون حماية أنفسهم فلا عتب عليهم عندما يكونوا غير قادرين على حماية الوطن والمواطن تحمي نفسك من صاروخ بس أنت تقدر تحارب هذه الأشياء هذا كان الفيديو الثاني عندنا في هذه الفقرة فيديو القصف على المنطقة الخضراء مثل ما قلت لها برياء ما لهم علاقة بالموضوع ولا القوات الأمنية يعني حتى إحنا ما نتمنى الموت لأي شخص حتى لو كان سياسيين حقراء حرامية ما نتمنى لهم الموت بهذا نتمنى أنه يتحاسبون بالقانون وبالعدل وبالمحاكم هذا اللي نتمنى يتحاسب وكل من على قد اللي يسوها وما الصواريخ ويومية بغداد وهذا ما عرف والله شو تتمتهي الفيديو الثالث هو توثيق لعملية سرقة 137 مليون من مواطن عراقي وتم تتبع السارق وتم القاعدة القبض عليها وإعادة المبلغ إلى الفيديو بالبداية مرعب بعدين مفرح وتشوفوا أنه أكو أمن أكو ناس تشتغل أكو حق يرجع لأصحابه هذا هو وهذا اللي يريده أكو حق يرجع لأصحابه خلنا نشوف الفيديو وهي نهايتك وهي فائدة الكاميرات تبعوا من كل منطقة راحة من كل شارع فات فيه حتى من راحة بد الملابسه وخلى الفلوس بالسيارة تبعوا وجابوا هاي نهايتك كنت في قبضة العدالة والفلوس رجعت لصاحبه احنا بنفس الوقت نوصي أنه أي شخص يقدر ينصب الكاميرات بحيث ما تأذي أحد وما تروح على خصوصية أحد هي الحفاظ على أمنك وأمن شارعك وأمن البيوت اللي حواليك وأمن بيتك كاميرات شيء مهم جدا مو بس الدولة لازم تنصب كاميرات في الطرق العامة والشوارع العامة أنت أيضا في بيتك حاول تنصب كاميرات إذا عندك قدرة مالية أو عندك إمكانية أن تنصب كاميرات خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع والسارق اللي تم جلبه في للعداء لو راح ياخذ مجراء يقول خالد يجب قطع اليد كي يكون عبرة للسارقين وهذا هو الحكم العادل لله ورسوله هو فعلا سارق لازم تنقطع حيدر يقول والله هو هذا السرق حيدر هادي يقول والله هو هذا السرق جنتي ببغداد جديد الأمين كان يسوق سيارة سايبة وجر الجنطة من إيدي وهو يمشي حيل وجرني وياها الحدمة وقعت في القاع وعفته هم زين تعرفت عليه روح اشتكي عليه موجود شوفوا الفيديو وين ناشرية مكافحة عبد الله يقول للكاميرات أهمية عظيمة بالشوارع طارق يقول يا ربي بارك بيكم بجهودكم من كان سيكون لهذا المسكين صاحب المال لو لا شطارتكم وتدخلكم جعلكم الله حون للشعب وزاد من همتكم وكثر من أمثالكم أما عبد الرحمن يقول بارك الله بجهودكم حب ذا لو ترفعون الخجل وتظهرون لنا وجوه المجرمين لا ما يصر لأن هؤلاء ضمير هاي إجراءات يعني مو ما لنظهر وجوه المجرمين أو يظهروها للعلن وشهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة ذلكم في مهلا في مهلا ترجمة نانسي قنقر